بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان دال لأسية شاملة والكلفة الهامشية لبكالوريا 2018 شعبة تسير واقتصاد أنصح به شعبة العلم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائع ولمن لا يريد مشاهدة الفيديو يجد ملف PDF أسفل الفيديو في التعليقات أو في صندوق المواصفات حيث قال واحد روماني نعتبر الدالة العددية جي المعرفة من صفر إلى زائد ما بجي لإكس سوينة واحد زائد واحد ناقص إكس في أسية ناقص إكس زائد واحد قالوا درس اتجاه تغير الدالة جي ثم أبين أنه من أجل كل إكس من صفر إلى زائد ما أن جي لإكس أكبر تنمين صفر لا يطلب حساب النهايات ثاني روماني قال نعتبر الدالة العددية أفل معرفة على المجال من صفر إلى زائد ما بأفل إكس سوينة إكس زائد إكس في أسية ناقص إكس زائد واحد أحسب لميت F لإكس لما إكس أو إلا زي المية ثم أبين أن المستقيم دالتا ذو المعادلة إجراج يسعي لنا إكس مقارب للمنحنة سي أف ثم أبقى الأدرس وضعية المنحنة سي أف بالنسبة للمستقيم دالتا ثانيا قال بيين أنه من أجل كل إكس من المجال من صفر إلى زائد من النهائي أن أفت حالي يسعي لنا جي لإكس ثم شكل جدول تغيرات الدالة أف ثالثا قال بيين أن المعادلة F لإكس سي لنا أربعة تقبل حلا وحيد ألفا حيث ألفا محصور بين ثلاثة خمسة وسبون وثلاثة سبعة وسبون أكيد هنا مبرهنة القيم التوسيطة رابعا قال أكتب معادلة مماس تي للمنحن سي أف عند النقطة ذات الفاصيلة واحد ثم أرسم تي ودالتا وسي أف خمسا قال نعتبر الدالة العددية F ماجس كيل معرفة من صفر إلى زائد منه كما يلي F لإكس سي لنا 1 على 2 إكس مربع ناقص إكس زائد 1 في أسية ناقص إكس زائد 1 قال بيين أن الدالة F هي دالة أصلية للدالة F على المجال من صفر إلى زائد منه ثم بقى أو جد القيمة المضبوطة للعدد لو التكامل من صفر من 1 إلى 4 F لإكس تفاضل إكس ثم أعطي تفسيرا هندسيا للعدد لهذا العدد سادسا قال تنمذج الكلفة الهامشية سي أم لإنتاج كمية كي مقدرة بألاف الوحدات حيث كي محصر بين 0 و 7 بالدالة F المعرفة سابقا أي سي أم لكي يسين أف لكي حيث كي محصر بين 0 و 7 الكلفة الهامشية مقدرة بملايين الدانانير قال ألف ما هي كمية المنتوج التي من أجلها لا تتجاوز الكلفة الهامشية 4 ملايين دينار وهنا نركز جيدا أكيد الجواب سوف يكون في هذا الشطر قال با تذكى نذكر أن دالة الكلفة الإجمالية سي تي هي دالة أصلية للدالة لدالة الكلفة الهامشية قالوا حسب القيمة المتوسطة للكلفة الإجمالية عندما تنتج الشركة ما بين 1100 و 4000 وحدة إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل ننطلق ابنائي في الإجابة على سؤال أول قال أدرز اتجاه تغير الدالجي حيث قال لا يطلب حساب النهاية إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير ماذا أدال جي إذن نقول أدال جي قابلة لمن؟ للإشتقاق على المجال المعطل وهو من الصفر إلى الزائد من النهاية حيث تصبح لنا جي فتحة لإكس يساوي الآن هنا لا تنسوا أن هذا أكيد لما نشتق عطينا صفر لكن هنا جداء دلتين إذا كان عندنا مشتق جداء دلتين إذن هكذا اي في في مشتقه ماذا يساوي؟ سوينا مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول إذن نصبح لنا ماذا مشتق واحد ناقص اكس مشتق الواحد هو صفر ومشتق ناقص اكس هو ناقص واحد إذن مشتق الأول في الثاني اللي هو ناقص اكس زائد واحد ثم زائد مشتق الثاني ما هو مشتق الأسية هو مشتق ما في الأس يعني مشتق هذه هي اللي هي ناقص واحد إذن في أسية ناقص اكس زائد واحد هذه هي لأن أسية اف لما نشتق هي اف فتحة في اسية اف هذه هي قاعدة العامة في مشتق دل اسية اذا المشتقي الآن الثاني في الاول اللي هو واحد ناقص اكس تصبح لنا تساوي ماذا تساوي اركزوا جيدا ابنائي نقطة نقطة فتصبح لنا نقوم بعمل 12 حتى تلاحظوا شيء تصبح لنا ناقص اسية ناقص اكس زائد واحد ثم ناقص ننشر هذا مع هذا تصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص اسية ناقص اكس زائد واحد ثم زائد هذا لما نضربه هنا تصبح لنا زائد اكس اسية ناقص اكس زائد واحد نستخرج الآن الاسية على المشترك تصبح لنا هكذا يبقى لنا ناقص واحد ناقص واحد زائد اكس في اسية ناقص اكس زائد واحد لم افعل شيء طبعا جي فتحة لإكس ماذا يسوي؟ يسوي أن إكس ناقص ماذا؟ ناقص إثنان في أسية ناقص إكس زائد واحد هذه هي مشتقة هذه الدل لكن الآن نقول إشارة ماذا؟ جي فتحة لإكس من إشارة ماذا؟ من إشارة إكس ناقص إثنان لأن البسية اللي هي أسية ناقص إكس زائد واحد البسية دائما فريادية إنها شيء موجب تماما لا جدال من هو المسؤول يصبح لنا دائما هو هذا أما البسية مهما كانت تلاحظون هنا العدد ساليب لا يهم المهم قيمة موجب الآن فتصبح أنا إكس ناقص إثناني يسوي السفرة نقول هكذا جي فتحة لإكس تسوي السفرة معناه معناه إكس ناقص إثنان يسوي لنا الصفر ننقل هذا إلى هنا أي إكس يسوي لنا إثنان ثم نضع ماذا؟ نضع جدول إشارة هكذا أبنائي فقط انتبهوا أرجوكم هكذا وهكذا وهكذا جي فتحة لإكس أين تنعدي مقرنة عند الإثنان؟ من هنا نفس لاحظوا ها هي القيمة العدد مضروف في الإكس ما هو؟ موجب إذن نفس وهنا عكس نقول هكذا الدالة جي كيف هي؟ متناء قيسة تماماً على المجال الأول الذي هو من الصفر إلى الإثنان الصفر الدلة معرفة عنده والإثنان الدلة كذلك مستمرة عنده وقابل الاشتراك معناه تسبح لنا هكذا والدالة كذلك جي كيف هي؟ متزايدة تماماً على المجال كذلك لهو من الإثنان إلى غاية الزائد مال نهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا من هذا السؤال جاء السؤال آخر قال ثم بيّن أنه من أجل كل إكس من الصفر إلى الزائد مال نهاية أن جي لإكس أكبر من الصفر إذن نكتب هنا البرهان أن من أجل إكس ينتمي من الصفر إلى الزائد مال نهاية أن جي لإكس موجب تماماً لاحظوا هنا أبنائي يمكن أن نأتي الآن بهذا الجدول بالرغم أننا لا نقوم بحساب النهايات لكن انتبهوا أرجوك نقوم بملء هذا الجدول دون النهايات لتلاحظوا شيء هنا فقط ركزوا هكذا إذن عندنا هنا ماذا؟ عندنا قلنا جي لإكس إذن هنا ننزل هكذا ثم نصعد هكذا لاحظوا الآن نقوم بحساب جي لإثنان إذن عندنا جي لإثنان يسوي لنا واحد زائد واحد ناقص اثنان في أسية ناقص اثنان زائد واحد وتسوي لنا واحد ناقص ناقص واحد في أسية ناقص واحد وهذه ما هي هي واحد ناقص أسية ناقص واحد وهي بطبعها واحد ناقص واحد على الأسية وهذه بطبعها قيمة مجابة تمام إذن هذه القيمة وهي واحد ناقص واحد على الأسية لو نقوم بحسابها بالآلة الحاسبة نجدها قيمة مجابة إذن نقول ومنه نجد أن جي لإكس أكبر تماما من الصفر لماذا؟ لأن آخر قيمة تصل إليها ما هي؟ هي هذه القيمة لأن جي لإثنان قيمة كيف هي حدية صغرى أرجو قد فهمتم إذن آخر قيمة تصل إليها جي ما هي؟ هي واحد ناقص واحد على يعني يمكن أن نضيف هنا حتى تلاحظوا شيء هذه نضيف هنا إذن هذه تساوينا واحد ناقص واحد على الأسية وهذه بطبعها أكبر تماما من الصفر أي أن جي لإكس قيمة مجابة تماما وهذا أكيد سوف نحتاجه السؤال الذي بعد إذن لاحظتم يعني يمكن أن نستعين بجدول لكن دون النهاية بمأن هذه القيمة مجابة فصبحنا جي لإكس آخر قيمة تصل إليها هي هذه وهذه بطبعها قيمة مجابة وانتهت القضية فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى ثاني روماني قال نعتبر الدلة أف معرفة على المجال من صفر إلى زائد مائل بأف لإكس سينا إكس زائد إكس في أسية ناقص إكس زائد واحد قال أحسب النهاية الدلة أف عندها زائد مائل نهاية إذن نكتب هنا حساب لمت أف لإكس لما الإكس يقول إلى زائد مائل نهاية نقول هكذا لمت أف لإكس لما الإكس يقول إلى زائد مائل نهاية يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا لمت إكس زائد إكس في أسية ناقص إكس زائد واحد لما الإكس يقول إلى زائد مائل نهاية لو نلاحظ جيدا هذه تعطي لنا زائد مائل نهاية لكن هذه تعطي لنا صفر صفر في مائل نهاية حالة دم التعيين لهذا انتبهوا ماذا نفعل يمكن أن نقوم بليميت نستخرج x عن المشترك ماذا يبقى لنا؟ لاحظوا يبقى لنا 1 زائد السية ناقص x زائد 1 لم أفعل شيء إنما استخرجت x عن المشترك لما x يقول إلى زائد من ناقص سبحانه تساوي لنا لاحظوا أبنائي هذه الكتبة هي نفسها لما x قلنا يقول إلى زائد من نهاية لأن لما نضرب هذا في هذا نجمع الأسس تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوي لنا limit x في 1 زائد هذا نجعل له مقلوبه ما هو؟ هو واحد على أسية x في الأسية يعني أسية واحدة اللي هي 72 وسبعون لما x يقول إلى زائد من نهاية لكن هذه معروفة واحدة على مال نهاية إنها الصفر إذن تصبح لكم هذه كلياً ماذا؟ الصفر تصبح لنا واحد في مال نهاية واحد في مال نهاية ليس حالة ذم تعيين إنما مباشرة يعطي لنا زائد مال نهاية فقط أبنائي أرجو قد فهمتم الفكرة قمت هنا بالتفكيك فقط هذه هي نفسها أسية ناقص في الأسية هذا نقلبه والآخر نتركه لهو 2 فاصل هذه واحدة على مال نهاية تعطيكم سفر سفر في هذا العدل سفر يبقى لنا واحد في مال نهاية هو الواحد فقط وهو المال نهاية فقط ثم بعدها قال ثم بيّن أن دالتا مستقيم مقارب مائل نكتب هنا البرهان البرهان أن دالتا مستقيم مقارب مائل لاحظوا جيداً لاحظوا جيداً نهاية الفرق تعطي لنا سفر المستقيم مقارب مائل نصبح لنا تساوينا لميت هذا نفس الشيء ماذا نجعل له ركزوا معي أرجوكم نقطة نقطة نصبح لنا اكس في أسية ناقص اكس في الأسية على ماذا لما اكس يقول إلى زائد ما لا نهاية تصبح لنا تساوينا ماذا تساوينا لميت اكس على الأسية الأسية لأن هذا نقلوب لي هو أسية اكس في الأسية هكذا لما الاكس يقول إلى زائد ما لا نهاية درستم هذه في التزايد المقارن أن اكس على الأسية هذا يذهب إلى الصفرة إذا نصبح لنا صفرة في الأسية اللي هي نفسها صفرة أن هذه نهاية شهرة هي صفرة نقول ومنه ماذا ومنه دالتا مستقيم مقارب للمنحنة ماذا cf بجوار زائد ما لا نهاية فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى السؤال باقى الأدرس وضعية المنحنة cf بالنسبة إلى دالتا إذن نقول دراسة وضعية ماذا cf بالنسبة إلى ماذا إلى المستقيم دالتا نقول ندرس إشارة الفرق بين f لإكس ناقص إجراغ على المجال الذي موطلنا لهو من الصفر إلى زائد ما لا نهاية إذن نقول لدينا ماذا f لإكس ناقص إجراغ ماذا يساوي انتبه لا تعيد الحساب إنما ها هو ذلك الفرق ها هو الفرق الذي وجدناه إنزعه إلا كلمة لميت فقط سبح لنا ماذا يساوي يساوي لنا إكس في أسية ناقص إكس زائد زائد ماذا زائد واحد وهذا هذه القيمة موجبة تماما على عفوا موجبة إذن هذه القيمة موجبة لأن التنعدي عند الصفر الأسية كيف هي الأسية شيء موجبة تماما والإكس إنه قيمة موجبة في المجال نقول هذه أكبر أو يساوي لنا الصفر على المجال من الصفر إلى زائد ما لا نهاية معناه إذن ما معناه معناه cf يقع ماذا فوق ضالط فقط لماذا لأن هذا الفرق وجدناه قيمة موجبة فقط بما أنها موجبة فإن نقول cf يقع فوق ضالط بعدما أنهينا من هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى ثانيا قال بيّن أنه من أجل كل x من المجال من الصفر إلى زائد ما لأنه f فتح لx سأجد لx يعني لما نقوم باشتقاق هذه نجد هذه إذن نقول البرهان أن f فتح لx تسأج لx إذن لاحظون نقول الدال af قابلة لالاشتقاق على المجال المعطى الذي هو من صفر إلى زائد من النهاية وصبح نواء حيث فتح لx يساوي جداء دلد أولا مشتق هذا ما هو إنه واحد ثم زائد هذا عبارة عن جداء مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني اللي هو ناقص واحد في أسية ناقص x زائد واحد مشتق الثاني في الأول تصبح لنا تساوي af فتح لx يساوي يساوي أن واحد زائد الآن نستخرج الأسية عن مشترك ركز جيدا صبحنا ماذا صبحنا واحد ناقص x في أسية ناقص x زائد واحد وهذه من هي إنها g لx فقط ثم بعدها ماذا جاء السؤال ثم مباشرة قال ثم شكل جدول التغيير يعني لا نذكر حتى اتجاه التغيير لأنه لم يطلب منها إذن أكيد صبحنا إشارة ماذا إشارة مشتقة هذه من إشارة هذا الج والج نحن نملك جدول إشارته ها هي أمامكم لاحظوا من أين ها هي يا أبني انظروا جيدا نقول هكذا إذن نقول ومنه إذن ومنه نستنتج أن فتح لx أكبر تماما من الصفر لأنها g لx قيمة موجبة تماما بعدها نأتي الآن إلى جدول التغييرات جدول التغييرات لمن لأدال f هنا نقوم بعملية المل فقط إذن ها هو إذن هكذا أفوا إذن قلت إذن هنا هكذا وهكذا يعني جدول التغييرات هو ملخص الأشياء التي قمنا بها سالفا فقط إذن تصبح لنا هكذا عفوا إذن تصبح ودائما استعملوا قلت المستار ها هو أممكم ثم نأتي الآن بعملية المل عندنا x قلنا من الصفر إلى زائد مال نهاية وعندنا f فتح لx موجب تماما وعندنا f لx أدى لك فهي متزايدة حسبنا الآن لو نأتي حسبنا عند زائد مال وجدناها زائد مال نهاية و f لصفر لو نقوم بهسابه نجدها صفر أرجو قد فهمتم الآن الفكرة يا أبناء بعدما أنهينا من هذا السؤال نأتي الآن إلى ثالثا قال بيّن أن المعادلة f لx تقبل حلا وحيدا ألفا حيث ألفا محصور بين ثلاثة خمسة وسبعون وثلاثة سبعة وسبعون إذن هنا أكيد مبارنة القيم المتوسطة إذن نكتب هنا البرهان أن المعادلة f لx تسعي لنا أربعة ليس صفر تقبل حلا وحيدا اسمه ألفا حيث ألفا ومحصور بين ثلاثة 77 وثلاثة فاصلة خمسة وسبعون إذن ثلاثة إذا قلنا ها هي ثلاثة فاصلة خمسة وسبعون وهنا ثلاثة فاصلة سبعة وسبعون لاحظوا هنا هذه وهنا هذه يوجد بينهما هنا الأربعة عفوا لاحظو إذن نركز ماذا نقول أولا نقول بما أن ادال f مستمرة أول شيء ومتزايدة تماما على ماذا؟ على المجال الذي هو عندنا الذي هو من 3.75 إلى غاية 3.77 وعندنا ماذا؟ وعندنا F لـ 3.75 نذهب إلى الدالة ونعوذ يعني يسمع لكم هكذا 3.75 زائد 3.75 في أسية ناقص 3.75 زائد 1 هذه لما نقوم بحسابها سوف نجد 3.98 بالتقريب وF لـ 3.77 بالتقريب وجدناها 4.01 نقول فإن ركزوا فإن أربعة ليس الصفر إنما الأربعة ينتمي إلى المجال ما هو 3.98 و 4.01 لأن هنا لا نتعامل كما مثل ما يعتقد البعض يقول أحدكم نجد واحد موجب وواحد سليب واحد موجب وواحد سليب لما نتعامل مع الصفر لكن مع الأعداد يجب علينا أن نجد ذلك العدد محصور ما بين هذين القيمتين إحذروا لهذا أرجوكم ينتبهوا لأن هنا عندنا الأربعة يجب علينا الأربعة أن نجده ينتمي إلى هذا المجال نقول حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة أفلي إكس تساوي لنا أربعة ماذا تقبل حلا وحيدا اسمه ألفا حيث هذا ألفا محصور بين ثلاثة خمسة وسبعون و ثلاثة فاصل سبعة وسبعون أرجو قد فهمتم الفكرة إذن لما يكون عندنا مثلا هنا ألفا تكون القيمة هنا كم؟ إنها القيمة أربعة فقط أبنائي بعدما أنهينا من هذا السؤال جاء السؤال الرابع قال أكتب معادلة الممس تي لمنحنة سي أف عند النقطة ذات الفاصلة إكس سفر كم تساوي لنا هنا الواحد إذن نكتب هنا معادلة الممس تي عند إكس سفر كم يساوي لوا عند واحد تصبح لنا هكذا إيجريك يساوي لنا أف فتحة لواحد في إكس ناقص واحد زائد أف لواحد إذن أف فتحة لواحد تساوي لنا ماذا تساوي لنا جي لواحد لأننا نحن قلنا أن المشتقة هي أف فتحة لإكس هي جي لإكس فصبح لنا تساوي لنا ماذا نعوذ واحد يعني نعوذ هنا صبح لنا واحد زائد واحد ناقص واحد في أسية ناقص واحد زائد واحد وهذه ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا هذا الجزء أكيد يذهب إلى الصفرة فصبح لنا واحد الواحد هو الذي نأتي به ونضعه هنا أما أف لواحد فنعوذ واحد زائد واحد في أسية ناقص واحد زائد واحد صبح لنا واحد زائد واحد في أسية الصفرة أسية الصفرة معروفة أنها كم؟ أنها هذه معروفة أنها واحد صبح لنا واحد زائد واحد وهو اثنان إذن هذه الاثنان سوف نعوذ بها هنا فصبح لنا إيج لك ماذا يساوي؟ يساوي لنا واحد في إكس ناقص واحد زائد ماذا؟ زائد اثنان ماذا يساوي لنا X 2-1 وهو زائد 1 هذه هي معادلة المماس T يا أبنائي بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى أرسم T و Delta و CF إذن أول شيء نأتي الآن إلى رسم T هنا لرسم T نستعين بالجدول المساعد X و Y أول قيمة نعوذ بها في رأيكم هي النقطة التي حسبنا عندها هي X 0 يساوي لنا 1 جدول المساعد بالنقطة التمس أولا لها لما نعوذ هنا ب1 عوذ هنا ب1 الواحد زائد 1 كم يساوي لنا 2 ثم نعوذ مثلا بصفر إذن لما نعوذ هنا بصفر كم نجد إجراء كم يساوي يساوي لنا 1 إذن النقطة الأولى هي 1 مع 2 إذن 1 مع 2 ها هي أمامكم والنقطة الأخرى صفر مع 1 ها هي أمامكم ثم نأتي الآن بالربط بينهما ها هو ما نسميه الت إذن هذا هو عند نقطة التماس ها هي نحترمها لأن الرسم إذن ها هو ما نسميه ت ثم عندنا كذلك دالتا معادلتهما هي هي إيجراء يساوي لنا X إيجراء يساوي لنا X سهلت الرسم X و Y إذا أعطينا للإكس سفر Y يصبح سفر وإذا أعطينا للإكس واحد Y يصبح لنا واحد سفر سفر اللي هي النقطة و 1 مع 1 يصبح لنا هنا الآن نأتي إلى الرسم المستقيم إذن المقارب ها هو أمامكم إنهما متوازيا إلا أن هذا اسمه ماذا اسمه دالتا لاحظوا الآن بعدها أبنائي ماذا نملك إذن صورة السفر ما هي إنها سفر ثم لاحظوا كيف يأتي يأتينا هكذا وهنا يأتينا من هنا انتبهوا جيدا يأتينا من هنا في الأصل من هنا من هذه النقطة ويسعد إلى نقطة التماس ثم يتجه نحو دالتا فقط لأن الوضعية ماذا قلنا ألم نقل أن المنحنى فوق دالتا نعم إذن من هنا ويتجه هاكذا أبنائي ها هو المنحنى آه كيف يرسم فقط إذن لاحظوا ها هو أمامكم ورسمه هو صحيح أو نسميه ماذا نسميه سي آف نسبة إلى ما سمي ها هو من هنا واتجه نحو ماذا نحو دالتا لأن هنا عندنا مستقيم مقارب مائل بجوار الزائد من النهاية وها هو أمامكم ونقطة التماس ها هي أعيد أن أظهر لكم فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى خامسا قال نعتبر دالتا العددية أف ماجسكي المعرفة على من الصفر إلى زائد من كما يلي أف لإكس تسعي أن واحد على اثنان إكس مربع ناقص إكس زائد واحد في أسية ناقص إكس زائد واحد قال بيّن أن أف كبيرة هي دالة أصلية لأف صغيرة نقول تكون أف كبيرة دالة أصلية لأف صغيرة إذا كان ماذا؟ إذا كان أف لما نشتق الدالة الكبيرة نجدها نفسها هي الدالة الصغيرة فقط ننطلق نقول أف دالة قابلة للإشتقاق على المجال وهو من الصفر إلى معفوا إذا قلت من الصفر إلى غاية زائد ما لا نهاية إذن ودالتها الأصلية تساوينا حيث حيث تصبح لنا هنا أف فتح لإكس يساوي نقوم بإنجاز المشتق لهذه علينا أن نجدها هذه إذن تصبح لنا تساوي واحد على إثنان ما هو مشتق إكس مربع أكيد هو إثنان إكس إذا قلت هو إثنان إكس ثم ناقص مشتق الأولي لأن نوجد مشتق الأولي في الثاني زائد مشتق الثاني ما هو مشتق الثاني هو ناقص أسية ناقص إكس زائد واحد في هكذا وتصبح لنا تساوي هذا يذهب مع هذا تصبح لنا إكس ثم ناقص انتبه أرجوكم نقطة نقطة ولا نتعجل ناقص أسية ناقص إكس زائد واحد والناقص هذا ماذا يصبح لنا يصبح لنا زائد أسية ناقص إكس زائد واحد في إكس زائد واحد وتصبح لنا تساوي إكس ثم الآن نستخرج هذا هذا عامل مشترك لما نستخدمه ماذا يترك لنا زائد ثم ناقص واحد ثم زائد x زائد واحد في أسية ناقص x زائد واحد يذهب هذا قلت يذهب لنا هذا عفوا يذهب هذا مع هذا لما يذهب معه فماذا تصبح تصبح لنا x زائد x في أسية ناقص x زائد واحد وتفصيلنا F لـ X نقول ومنه F كبيرة دال أصلية لمن لـ F أعفوا لـ F الصغيرة فقط أبنائي بعدما أنهينا من هذا السؤال جاء السؤال باقل أوجد القيمة المضبوطة للعدد هو التكامل من 1 إلى 4 لـ F لـ X تفاضل X إذن نقول إيجاد ماذا؟ إيجاد القيمة المضبوطة لمن؟ للعدد للعدد من هو؟ هو التكامل من 1 إلى 4 F لـ X تفاضل X لاحظوا وانتبهوا إذن نصبح لنا هكذا التكامل من 1 إلى 4 F لـ X تفاضل X ماذا يساوي؟ يساوي لنا هكذا مباشرة نحن نعلم أن هذه هي دلة أصلية لـ F مباشرة أصبحنا 1 على 2 في X مربع ناقص X زائد 1 في أسية ناقص X زائد 1 من 1 إلى 4 تقول القاعدة نعوذ بالكبير ثم نعوذ بالصغير أصبحنا 1 على 2 2 في 4 مربع وهو 16 ناقص 4 زائد 1 في أسية ناقص 4 ناقص 4 زائد 1 ناقص نعوذ الآن بالـ 1 1 على 2 في 1 ثم ناقص 1 زائد 1 في أسية ناقص 1 زائد 1 مباشرة لأن هناك يوجد تجربة إنه يذهب مع هذا تصبح لنا 8 ناقص 5 في أسية ناقص 3 ثم ناقص 1 وهذا ما يعطيه يعطي لنا 2 وهذا أكيد يرطي لنا أسية 0 وهو 1 إذن تصبح لنا زائد الزائد زائد إثنان انظروا لأن هذا تعطي لكم 2 ناقص هذا مع الناقص هذا يعطي لنا زائد الآن نجمع هذا مع هذا تصبح لنا 10 ناقص 1 على 2 ناقص 5 في أسية ناقص 3 أكيد نوحد هنا المقام 2 لاحظوا إذا قلت نجعل هنا نوحد هنا المقام هنا في 2 وهنا في 2 فتصبح لنا ماذا تساوي؟ تساوي لنا 20 ناقص 1 على 2 ناقص 5 في أسية ناقص 3 يصبح لنا هذا ماذا يساوي؟ يساوي لنا 19 على 2 ناقص 5 في أسية ناقص 3 فقط إذن هذا هو ماذا؟ هو التكامل إذن نقول نحظوا نقول ومنه نصبح لنا التكامل من 1 إلى 4 لf لx تفاضل x ماذا يساوي؟ يساوي لنا 19 على 2 ناقص 5 في أسية ناقص 3 فقط ها هو أبنكم ثم قال ثم أعطي تفسيرا هندسيا لهذا العدد إذن نأتي للإجابة لهذا السؤال نقول التفسير الهندسي للعدد هذا نقول هكذا التفسير الهندسي للعدد من هو؟ عفوا قلت لي العدد الذي ها هو يا أبنائي انتبهوا أرجوكم إذن هذا العدد الذي قمنا الآن بحسابه ما هو؟ هو إذن هو اسمعوا عفوا إذن هو مساحة الحيز المستوي المستوي المحدد إذن المحدد بالمنحنى CF والمستقيمات التي معادلات عفوا نكتبه بخط أوضح التي معادلاتها هي ما هي؟ هي X يساوي 1 و X يساوي لنا 4 و Y يساوي لنا الصفر سوف أريكم هذا الشيء إذن هذا بين X يساوي لنا 1 ها هو و X يساوي لنا 4 ها هو و Y يساوي لنا الصفر ها هو والمنحنى CF يعني أين تكون هذه المساحة حتى أريها لكم ها هي تلك المساحة هذا هو ذلك العدد ماذا يمثل؟ مثل هذه المساحة التي أقوم هنا بتشيرها هذه يا أبنائي انظروا هذا ماذا يمثل هذا العدد الذي حاسبناه هو مساحة حيز ها هو مساحة الحيز معناها شيء حيز معناها شيء مغلق هكذا ها هي تلك المساحة يا أبنائي هذا هو تلك العدد فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى ساديسا قالت نمذج الكلفة الهامشية سي أم لإنتاج كمية كي مقدرة بألاف الوحدات هذه الكمية حيث كي محصور بين صفر وسبعة بالدال لأف المعرفة سابقا بسي أم لكي سي أم لأف لكي معناه حيث كي محصور بين الصفر والسبعة قال والكلفة الهامشية مقدرة مقدرة بملايين الدانانير إذن نقول هنا حيث كي تصبح لنا هي نفسها إكس في الدال الأولى قال ما هي كمية المنتوج معناه ما هي كي التي من أجلها لا تتجاوز الكلفة الهامشية أربعة ملايين دينار ما معناه ما هي قيمة إكس التي من أجلها لا تتجاوز الدال أو أف لإكس أربعة ملايين دينار حتى نفهم جيد لأنها قال في مكان السيئام هي الأف إذن نقول هكذا تحديد كمية ماذا عفوا نكتبها بخط أوضح إذن تحديد كمية المنتوج التي هي كي التي من أجلها ماذا سي أم لكي إذن هذه سي أم لكي أقل من أربعة هذا هو الأصل ركزوا نقول لدينا ماذا أف لإكس أقل تماما من أربعة معناه نحن ماذا نملك يا أبناء ألم نقول في مباراة القيمة متوسطة بما أن ذكر هنا هذا الأربعة نعلم أن هذا الأربعة هو مباراة القيمة متوسطة لم نقول أنه إذا كان هنا ألف تكون هنا القيمة كم تكون هنا القيمة أربعة من مباراة القيم متوسطة هذه هنا مباراة القيم المتوسطة من السؤال الذي فعلناه من قبل إذن نقول لدينا أف لإكس أقلت من أربعة معناه يكون إكس أين ينتمي إكس يكون ينتمي إلى هنا معناه إكس ينتمي من الصفر إلى غاية الأربعة عفوا إلى غاية الألفة هكذا هذه أف لإكس أقل من أربعة الإكس أين يكون يكون في هذه الأماكن يعني من الصفر إلى الأربعة نقول هكذا إذن نقول ومنه إذن إذن سي أم لك أقل من أربعة معناه ماذا معناه ك أين ينتمي أبناء ينتمي من الصفر إلى ألف لماذا لأن عندنا انظروا جيدا أف هي سي أم ما ينطبق على أف ينطبق على سي أم إذن فيقول لنا ك في هذه القيم هذه قيمة ك يكون محصور بين الصفر وماذا والألف لأن ك محصور بين الصفر والسبعة إذن والألف هي ثلاثة فاصل إذن تكون في هذا القيم فقط أبناء إذن هكذا نقول حيث ك هي كمية قلنا كمية المنتوج فقط بعدما أنهينا من هذا نأتي الآن إلى سؤال آخر قال تذكر أن دالة الكلفة الإجمالية سي هي دالة أصلية للدالة الكلفة الهامشية قال أحسب القيمة المتوسطة للكلفة الإجمالية عندما تنتج الشركة ما بين ألف وحدة وأربعة ألاف وحدة إذن نكتب هنا حساب القيمة أعفوا القيمة كيف هي المتوسطة المتوسطة للمتوسطة للمتوسطة للكلفة للكلفة ماذا الإجمالية عندما إذن نقول عندما تنتج الشركة كما ما بين واحد وحدة وأربعة وحدات لاحظوا هذا هو الجواب لأن قال عندنا الألف بالوحدة وبعدها ماذا نقول هكذا أهم له القيمة هذه القيمة المتوسطة تسوي لنا واحد على اسمعوا جيدا هذا ناقص هذا هو أربعة ناقص واحد في التكامل واحد إلى ماذا إلى أربعة أف لإكس تفاضل إكس ويساوي هذه ماذا تسوي لكم هذه تسوي لنا واحد على ثلاثة وهذه قد حسيبت من هي قد حسيبت التي هي قلنا تسعة عشر على ماذا على اثنان ناقص خمسة في أسية ناقص ثلاثة يصبح لنا ماذا يساوي يساوي تسعة عشر على ستة ناقص خمسة في أسية ناقص ثلاثة على عفوا على اثنان عفوا على ثلاثة أعذروا نجلزكم لأخيرا على ثلاثة يعني ننشر هذا وننشر هذا حيث قلنا حيث أن ماذا أن التكام من واحد إلى أربعة لأف لإكس تفاضل إكس قلنا هو نفسه تسعة عشر على اثنان ناقص خمسة في أسية ناقص ثلاثة إذن هذه القيمة المتوسطة يعني لو لاحظتم جيدا هذه إلا ترجمة إلى الجزء الأول من الدالة أف والدالتها الأصلية حتى نفهم جيدا معناه هنا حتى نفهم جيدا أن سي تي هذه بي تساوي أنها ماذا تساوي حتى تفهموا هي أف هكذا لي بي أرجو قد فهمتم لماذا لأن هذه الكلفة الإجمالية هي نفسها الدالة الأصلية لماذا للكلفة الهامشية فقط أبنائي حيث هذه تمثلنا أف ماجسكيليا الدالة الأصلية وأف صغيرة هي هي الدالة التي قمنا بدراستها فقط وفي الأخير أبنائي وبناء الأعزاء تمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لأن بالسحة والعافية والترحم على رؤم الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته